لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة وقال الإمام أبو المظفر السمعاني المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة رحمه الله تعالى اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يدفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تخبيح ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال سبحانه وتعالى حكاية عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى فأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم تكن بعثة الرسل شرطا لوجوب العقوبة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فدل أنه الداعي إلى الإيمان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الإيمان وقد قال الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وقال المؤمنون ربنا إننا سمعنا منياديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا إذن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الإيمان وعندهم أن الداعي إلى الإيمان هو العقل وجاء الكتاب مؤيدا لهذا قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فدل أن الدعوة له وأن الحدة تقوم به وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة وما أوحش قول من يقول المعتزلة إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على الحقيقة وأن وجودهم عدمهم في هذا بمنزلة واحدة ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجودهم ولا حظ لدعوتهم في هذا وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين طبعا يعني المعتزلة من جهة المعنى فظهر فساد قول من سلك هذا المسلك ثم نقول والله الهادي الموفق إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع وجعل إدراكه وقبوله بالعقل فمن الدين معقول وغير معقول يعني لأن من التكاليف الشرعية ما يدرك العقل الحكمة فيها ومنها تعبدي لا يدرك العقل الحكمة فيه يقول فمن الدين معقول وغير معقول والاتباع في جميعه واجب ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر قال إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل إن الله لا يعرف بالعقل يعني بل يعرف بالوحي ولا يعرف مع عدم العقل ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته فيعرف الله بالله لا بغيره لقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولم يقل ولكن العقل يهدي من يشاء وقال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقال سبحانه مخبرا عن أصحاب النار وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والله يعطي العبد المعرفة بهدايته إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل وهذا كما أن العبد لا يعرف الله بجسمه ولا بشخصه ولا بروحه ولا يعرفه مع عدم جسمه وشخصه وروحه كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل ونظير هذا أيضا أن الولد لا يكون مع فقد الوطن ولا يكون بالوطن بل يكون بإنشاء الله وخلقه وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض وبذل وماء ولا يكون بذلك بل يكون بقدرة الله وإنباته قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون معناه وأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون يقال للولد زرعه الله أي أنبته الله وأمثال هذا كثيرا والموفق يكتفي باليسير والمخذول لا يشفيه الكثير وقد قال بعض أهل المعرفة إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية فمن شغل ما أعطيه لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية ومعنى قولنا إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسن والسنة والبدعة والرياء والإخلاص ولولو لاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا نهي فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة والثبات على السنة واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات فيكون هذا معنى قول نبي الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يكثر الصلاة والصيام إنما يجاز على قدر عقله هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب ذنب الغرور من الإحياء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجزى على قدر عقله هذا الحديث جزم ببطلانه يحيى بن معين وقال أبو الفتح الأسدي لا يصح في العقل حديث وقال ابن القيم أحاديث العقل كلها كذب ثم يقول وقال بعضهم العقل مدبر يدبر لصاحبه أمر دنياه وعقباه فأول تدبيره الإشارة إلى المدبر الصانع ثم إلى معرفة النفس ثم يشير إلى صاحبه بالخضوع والطاعة لله والتسليم لأمره والموافقة له وهذا معنى قولهم العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه وقال بعضهم العقل حجة الله على جميع الخلق لأنه سبب التكريف إلا أن صاحبه لا يستغني عن التوفيق في كل وقت ونفس العقل بالتوفيق كان والعاقل محتاج في كل وقت إلى توفيق جديد تفضلا من الله تعالى ولو لم يكن كذلك لكان العقلاء مستغنين عن الله بالعقل فيرتفع عنهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من الخذلان وهذا تجاوز عن درجة العبودية وتعد عنها ومحال من الأمر إذ ليس من الحكمة أن ينزل الله أحدا غير منزلته فإذا أغنى عبيده عن نفسه فقد أنزلهم غير منزلتهم وجاوز بهم حدودهم ولو كان هذا هكذا لستوى الخلق والخالق في معنى من معاني الربوبية يعني كونه تعالى غنيا عن خلقه ولو كان هذا هكذا لستوى الخلق والخالق في معنى من معاني الربوبية والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع المعانين وقال بعضهم العقل على ثلاثة أوجه عقل مولود مطبوع وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل الأرض وهو محل التكليف والأمر والنه وبه يكون التدبير والتمييز والعقل الثاني عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان وهو عقل الأنبياء والصديقين وذلك تفضل من الله تعالى والعقل الثالث هو عقل التجارب والعبر وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من بعض ومن هذا قول من قال ملاقات الناس تلقيح العقول وقال بعض أهل المعرفة مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز فإنه لا يمكن لبس ديباج أو خز إلا أن يخاطب الإبرة فإذا خيط بالإبرة فلا حادة لها إلى الإبرة كذلك تضبط المعرفة بالعقل لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت به واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول وأما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين لاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولا بطل معنى الأمر والنهر ولقال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفرقين فيهما أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وخدرته واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته وقال الله تعالى في مثل هذا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه أخبرنا إذا أتاك أمر من الله يخالف عقلك فبأيهما تأخذ بالذي تعقل أو بالذي تؤمر فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام وإن قال آخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله قبلناه استسلاما وتسليما وهذا معنى قول القائل من أهل السنة إن الإسلام قمطره لا تعبر إلا بالتسليم فنسأل الله التوفيق فيه والثبات عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنه وفضله انتهى كلام أبي المظفر السمعاني كما نقله عنه الأصب هالي في الحجة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين